بسم الله الرحمن الرحيم قسمنا الكتاب إلى عشرة أقسام القسم الأول المقدمة والثاني تفسير التوحيد والثالث الأدلة البراهينة على بطلان عباد ما سوى الله وسباب الكفر حتى نجدنيبها والرد على من يقول أن الشرك لاقع في الأمة وفي الجزيرة والأعمال الشيطانية وأعمال القلوب والأسماء والصفات والمناهن اللفظي والفضل الشركي وبعض الشركيات والخاتمة نعم غير أخوان عاشا لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه قلنا الأول أخوال منها لا يحتاج مقدمة لأن كتاب التوحيد أدل على المقصود الثاني اقتداب الإمام البخالي رحمه الله تعالى والثالث قلنا أنه أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة والرابع سقطت من بعض النساخ والأبواب الخمسة كأنها مقدمة لكتاب التوحيد هاي الشيخ أرفع سودة كيف نخاف من الشرك نعم دراسة توحيد ومعرفة الشرك حتى لا نقع فيه والدعاء براء البعد عنهم نعم وقال عليه الصلاة والسلام لا تتراعى نارهما غيره هاي الشرك أعطينا أي فائد من الدرس الماضي بسم الله لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ لماذا ندرس كتاب التوحيد؟ نصيحة العلماء مجتمع الكتاب أدلة من الكتاب والسنة ركز فيه المؤلف على الألوهي وأحسن ما يكون في التأليم حسن التبويب والترتيب والتصنيف وكتاب وضع الله سبحان الله القبول في الأرض ورد على الشباة اللي يأتي بها الشرك في زماننا وغيرها هاي الشرك نعم يقول طالما أنك لا تشك في التوحيد طرفة عين لابد تدعو إليه والذي تثخ فيه مئة في المئة هذا تدعو لي تشك واحد في المئة تتوقف لا تدعو ولا تخرج عن النص ولا تتفلسف ولا تفتي نعم هاي الشرك الشفاعة قلنا تنقسم إلى قسمين الشفاعة مثبتة والشفاعة من فيها من فيها نفها القرآن تطلب من غير الله فيما لا قدر علينا الله الشركة الكبر والتي تطلب من الله تطلب منه سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة الإذن بالشفاعة رضا عن الشارع رضا عن مشروع له وتنقسم الشفاعة المثبتة لقسمين خاصة وعامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد الشفاعة العظمى وفي فتحة بواب الجنة وفي عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب والعامة في رفع الدرجات ومن دخل يستحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها شرع الله الشفاعة من الشافع أن أفعل المشروع له غيره وإليكم قلنا الذبح قسمناه ثلاثة أقسم ذبح لله هدي وضح عقيقة وصدقات وذبح لغير الله محبة وتعظيم شركة كبر وذبح جاعز شاة اللحم والتجارة وكرام الضيب نعم غيره نعم لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لماذا؟ لأنه تكثر سواد أهل الباطل ولا يمكن تكثر سواد أهل الباطل تكثر سواد على السنة يا أخواننا رأس المعتزلة من هو؟ ما تعرفوا؟ واصل ابن عطاء واصل ابن عطاء ماذا صنع؟ صنع شيء يسير ترى في أول الأمر ليس أمر عظيم لكن هكذا البدع قليل ثم تكبر مثل قوم نوح عليه الصلاة والسلام في أول الأمر تصاوير وحتى تتذكر وهكذا الشيء فشيء حتى عبد واصل ابن عطاء ماذا صنع؟ اعتزل مجلس الحسن البصري فقط فقط مجلس الحسن ليس لي أن هذا مجلس الحسن لأن هذا مجلس إيش؟ سنة عندما اعتزل مجلس الحسن البصري بدأت البدعة إيش؟ تكبر حتى كان رأس لفرقة ضالة فانتبع إحدى يعني ممكن تصنع شيء يسير خاصة هذه الأيام مع وسائل التواصل أنت تعرف الآن الفرق تخرج يا خياناً كل خمس دقائق تخرج لك فرق ضالة صحيح والله فأشياء يسيرة ممكن يوم من الأيام كبيرة اتق الله اي نعم لا تكثر إلا سواد أهل السنة وإقترار الناس بهذا الفعل نعم ولماذا ما الدليل أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا يقول الدليل ما سهل ضراراً من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمي وحرقي حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك فكل ما كان ذريعة إلى الشرك نابد من الحذر منه نعم نعم محبة قلنا الأول أقسام المحبة محبة شرك أكبر محبة مع الله شرك أكبر والثاني محبة طبيعية جائزة مباحة لا ألم على العبد بشرط الله تقدم على محبة الله محبة الولد والوالد والبلد مثلا الثالث محبة واجبة من أوثق عرى الإيمان محبة في الله الحب في الله من نحب في الله قلنا أربع أشياء العمل والعامل وأزمنة وأمكن وضي هذا تفغي في الله لابد عمل وعامل وأزمنة وأمكن نعم آخر شروط الدعوة لله خمسة الأول الإخلاص قل هذه السبيلة أدعو إلى الله العلم الشرعي مو علم الرياضيات علم الشرعي والحكمة ومعرفة حال المدعو هذه جمعت في قوله سبحانه وتعالى على بصيرة هذه الثلاثة الشروط وممكن نفصلها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إنك تأتي قوما من أهل الكتاب بقى معنا شرط واحد وهو صبر والعصر إن الإنسان إلا فيه خص ما شعر تمام غيره نعم النذر قلنا ينقسم إلى قسمين نذر لله ونذر لغير الله نذر لغير الله شرب أكبر والنذر لله ينقسم إلى قسمين عام يدخل تحت كل مسلم سواء تلفظه ولم يتلفظه إنه عندما شاهد إله إلا الله كان كالنذر الطاع لله سبحانه وتعالى عدم المعصي يغفون بالنذر تمام طيب والنذر الثاني الخاص بعد صح الخاص قلنا نقسم إلى قسمين قبل التلبس بالعبادة محرم على رأي شيخ الإسلام وغيره من العلماء وبعض العلماء يرى الكراها مفهوم وإذا تلبس وإذا تلبس وتلفظ بالنذر إيش يقول عندما إما وفاء أو إذا لم يفي عليه كفارة يمي غيره نعم جواز جواز ثلاثة أقسام صحيح هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب وجعل أن الله سبحانه وتعالى أسباب حسية كالدواء وشرعية كالرقية وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب فهذا الشرك أصغر وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته ويدي جلب المنافع ودفع المنظر فهذا الشرك أكبر هذا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب أقسام الناس في الأخذ بالأسباب هل نأخذ بالأسباب أو نترك الأخذ بالأسباب لهذا ولا هذا وصغر لا نأخذ بالأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى محسن وشرعا لأن الناس ينقسموا في الأخذ بالأسباب إلى طرفين ووصف قسم يغلو في الأسباب حل الخرافات والتصوف والشعوة قال لو تعتقد في حاجر ينفعك أعوذ بالله وقسم ينكر الأخذ بالأسباب مفهوم؟ قال جنون منك أن تسعى لرزقي مجنون إذا تسعى لرزقي أعوذ بالله والصحيح الوصف لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى إما حسنه وشرعه وتعتقد أنه شبب مفهوم؟ أي نعم إذن هذا الوصف إذن مرة أخرى أخذنا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر وأقسام الناس في الأخذ بالأسباب طرفين ووصف تعليق التمائم والرأس الثورة عن الذئاب والحافر والنعلة القديمة والكف ومطارات السيارات وبعض الأشياء من البحر قلنا هذا التعليق بكل الصور لا يجوز ممنوع لكن نأتي للمعلق صاحب السيارة ولا ولي الصغير أو صاحب البيت إذا يعتقد تأثيره بذاتها أكبر وإذا يعتقد أن السبب أصغر ليس لديه بعض الناس أي اعتقاد يضعه هكذا قال وضعت الناس يضعون وضعت نقول أنت الآن جاهل نعلم إذا بقيت عليها نحكم عليك وإذا تركتها خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا تمام طيب تعليق آيات من القرآن بعض الناس يكتب عند باب البيت قل هو الله وحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس نقول اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه بيوت ولديه أولاد وضع شيئا من هذا لا إذا ما تقع وتعليق آيات من القرآن لا يجوز والتليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمان يدخل تحت هذا تحت العموم وكراهة السلف منهم ابن مسعود والكراهة عند السلف تحريب تمام وفيه فتح باب شر على الناس لأن لو أنت الآن وضعت شيئا من القرآن هذا يظن أنه من القرآن ومن غير القرآن فتح باب شر وفيه امتهان للقرآن يا أخي لماذا قال امتهى للقرآن لأن إذا وضعت عند الصبي ممكن يدخل بها كرمك الله للحمام وصيبه شيء من بولا الغلاء والله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نعمل به ولا نضع على الجدرات بالله أعطينا القلم أنت أول مرة تحضر معنا أعطينا القلم لا تكتب ممنوع الكتاب كل شيء عندنا مكتوب الشيخ لا تكتب نريد تفهر يا أخي أنت وجدت وقت ما وجدت وقت سهل جدا وانت ماشي بالطريق اسأل زملائك الآن راجع مع نفسك يعني فيه أوقات عندنا نأكل ونشرف فيها وكذا ممكن تشغل مثلا ودخول على الموقع اتفقنا معكم تدخلوا وتختبروا تسجيل جديد أول شيء معد السنة تفتح معد السنة تسجيل جديد إذا سجل جديد تدخل معلوماتك حتى أفتح لك أنك طالب مفهوم وبعدين تدخل الاختبار يا أخوان الله أرضى عنكم تعاونوا معنا أنا بفضل الله أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد أستطيع أنه يدرس اليوم كتاب التوحيد كاملا ولا أسألكم ولا تراجع ولا تختبر من يستفيد أنا ما تستفيد أنت لابد أخواننا نضبط العلم مذاكرة العلم صح هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة نعم يسأله ويكرر الكلام ثلاثا حتى يعقل عنه يرسم أحيانا بصم بياني أو لا نعم وضع خطة خطة مستقيمة عليه الصلاة والسلام استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كل وسائل إيش التبيين والتعليم للناس ولهذا يقول نشهد له عليه الصلاة والسلام ولجميع الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام أدوا الأمان ونسحوا الأمة أكمل نصح كان من النبي صلى الله عليه وسلم صح ولهذا الصحابة قبل الإسلام إيش كان يعبدوا أسلامهم وكذا 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 عندما جاء الإسلام كانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه مفهوم يا أخي اي نعم اذا اخواننا انت طالب علم من يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث الاحتسر لازم نضبط العلم ولا ما في فائدة يا خلال صدق والله لا هناك في مجنون يحفر في البحر بيده فيه مجنون صح يحفر بيده هكذا هذا مثل الذي يحظر الدرس ولا يراجع لا فائدة نعم ممكن يقول انا فائدة لتكتبني الملائكة وكذا عليهم السلام يا اخي جئت استفيد حاول تحفظ كلمتين تراجع شيء في شيء يمشي العلم من يتق الله له مخرج يرزقه من حيث الاحتسر يا الشيخ قلنا لك النووي في يوم واحد كان عنده اكثر من 17 درس في يوم واحد في يوم واحد طيب اخذنا القسم الاول المقدم وقول المقدمة تحتوي على ابواب خمسة وجوب التوحيد فضل التوحيد حتى تشتاق تحقيق التوحيد حتى تحقق تنقح التوحيد وتصف التوحيد من الشرك والبدع المعاصم تحقق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد ثم بعد هذا كل باب بعد تحقيق التوحيد من تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضدي ومن تحقيق التوحيد الدعاء على شهادة ألا إله إلا الله ثم أخذنا القسم الثاني ما هو تفسير التوحيد وقلنا فسر التوحيد بذكر أنواع الشركة الأكبر صح؟ شرك في الدعاء وشرك في المحبة وشرك في الطاعة وشرك في النية والعرادة وخصفة وأخذنا التبرك من يذكر لي أقسام التبرك؟ أقسام التبرك أخوانا نعم الشام ينقسم إلى متواقب قسمين الأول تبرك مشروع والثاني تبرك ممنوع شركة صاروة قد يصل الأكبر المشروع إما أن يثبت شيء فيه شرعا كالتبرك بقراءة القرآن أو الصلاة في المسجد النوف المسجد الحرام أو تابع بين الحج والعمرة تمام أو حسن مثل كتب الأئمة كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وإذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسن أنتقل من مشروع إلى ممنوع شركة صاروة تمام وأخذنا القسم الثالث وهو الأدلة والبراهين وللا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللملاكة عليه وسلم ولا يمكن إدخال أحد فيه رحمة الله وإخراج أحد من رحمة الله أنك لا تهدي من أحببته والشفاء صح؟ ترجمة نانسي قنقر